ضرب المصالح ده كان موجود وقت ملكيتك لتن؟ أنا عمري مملكت تن عمرك مملكت تن عمري برضو كنت مسوق بس نه طبعا عمري مملكت تن حياتي مملكت تن خالص خالص رغب كل كلام انه كان موضوع نا خالص ما هو ده ما أبوصك ريك بصد انا كلامي في الإعلام ده بحطك عارف احنا لو عايزين نطلع كل يوم هنطلع كل يوم صحيح هنقول كل يوم هنقول كل يوم لا احنا كلامنا لا احنا عمرنا ما كنا بس مش كل حاجة بتتقال في المواقع الإلكترونية نقول عليها ولا نتكلم ولا نرد احنا مرد بالشغل تن عمرنا احنا طول عمرنا مسوقين لقناة تن عمرنا ما كنا أنا لا برو ميديا ولا إيهاب طلعت عمره في حياته ما كان بيملك قناة تن خالص في حياتي ما كانش فيه تضارب صالح العكس هو الصعيح ليه بيقولك لا ده أنا عايزة أقوله حطك على حاجة تن النهاردة الحمد لله بفضل ربنا من ساعة ما أنا يعني اتشرفت ان أنا بسوق قناة الحياة وانا شايف اني أنا الحمد لله قناة الحياة النهاردة في التراكة السوق الإعلاني تاخد حصة كبيرة جدا كانت هي ممكن متأخرة نظير حاجات معينة مش وقتها هنتكلم فيها لكن من أول 2015 توضع التاني بتادي تتحق على التراك من 2016 للنهاردة لا قناة الحياة طايرة إعلانية الحمد لله بفضل الله الحمد لله حمد لله عشان نقفل الملف فتحناه بيقولوا في قناة تن انها طلعات بعنا انت بعتهم يعني ايه بالزرعة لا مش بعنا فلوس بعنا يعني وقعنا في السوق كان أحلام وخطط وطموحات وكان عندنا البيت بيتك وكان عندنا برامج وكان عندنا الكورة وعندنا كذا مرة واحدة سلت إيده ومشي فوقعنا وفيه فلوس مديونية مش عارف حاجة وسبعين مليون دالين احنا عندهم هم فيه مقاويل بقى مطالف لا فيه في الغرفة مع فلوس لا ماشي طب أقول لك طب أقول لهم ما يطلع هم دولون احنا علينا فلوس لهم آه طيب لما احنا علينا فلوس لهم اللي عليه فلوس بيدفع للتاني ولا التاني اللي بيدفع للتاني اللي عليه المفروض يدفع طيب لما هم حضرتك آه من شهرين ادونا من ضمن الفلوس اللي عليهم ادونا لستوديو اللي كابتن ميت حتقاعد فيه ده النهاردة ده جزء من مديونياتهم لو أنا عليها 70 مليون جنيه هيدوني لستوديو اللي بتكلم مجنون بالمنطق لا اللي بتكلم مجنون والمستمع عائل بالمنطق لا أستاذ تامر صحيح فلو أنا النهاردة كبرومو ميديا عليها فلوس ليهم طب بيدوني لستوديو ليه تمام على فكرة الموضوع ده متداول احنا لينا 63 مليون جنيه وكمان اطرح السؤال اللي حطك قلته لأنهم ما قالوش في الاجتماع بتاع الغرفة ده ما قالوش انهم فلوس أنا أول مرة يعني بيتردد واختبال حط أول مرة أسمعهم ما بيقولوا لا احنا معلناش طب تسيرك من الفلوس خليت بيهم بالبلد ازاي خليت بيهم يا فندم وإحنا سحبت كل حاجة وبشيت يا فندم وأنا كنت مديها لك ببلاش ولا كان مفروض تدفع فلوسها يعني الدورة ده أنا مديل حضرتك ببلاش ولا أنت أفروض تدفع في التزامات في عقود ما أنا ممكن أستنى زي ما الناس بتستنى علي أنا كمان أستنى على الناس أستنى على الناس شهر اثنين ثلاثة إنما فيه فيه التزامات ما حدش بيستدر استنى كتير أولا احنا كان رأينا كله برومو ميديا استشاري في كل حاجة ولو حطك فتحت موضوع تن لا خلينا نسهب فيها بقى عشان برضو الناس أنا أول مرة أتكلم في موضوع تن ده على الملأ في قناة محترمة وفي برنامج محترم زي برنامج حضرتك يا فندم العاملين على قناة التحرير ناسويا قناة التحرير جم طلبوا من برومو ميديا إنها تسوق في المنتصف التاني من 2014 كويس فإحنا قعدنا معاهم إدارة الشركة قعدت معاهم وطلبنا منهم وسألناهم سؤال واضح وصريح إخوانا أنتوا النهاردة عايزين تبقوا قناة من المصاف الأول ولا هتبقوا زي بنت وضعوكوا الآن يعني معنى كده إن فيه ضخة هيحصل من الملاج بتوع القناة عشان نبقى قناة منافسة ولا لأ لأن دي هتحدد بناء على كده إحنا هنقبل نسوق القناة ولا مش هنسوقها وده حاجة تجارية وقرار تجاري بحت فقالوا لأ ده إحنا واللي مش قال لي واحد ده قال لي تلاتة موجودين في وجود إدارة الشركة عندي قالوا لأ ده إحنا عايزين ننافس القنوات الأربعة الكبرى وحنضخ في السنة أرقام زي اللي هم بيدخوها مخبال حضرتك ومن هنا تشجعنا قلنا طيب لو في الحالة دي إحنا هنساعدكم إن إحنا نوصل للمرحلة اللي إنتوا عايزينها بخبرتنا اللي موجودة دخلنا ومشينا وحطينا الأفكار بتاعتنا والدنيا بتاع وتين أنت متفاكر وقتها الدنيا بتادي تتكلم عن إنها بروميسينج وإنها جاية يعني ما هو مفيش محطة من أول يوم بتطلع بتبقى نبرا واحد بتبقى ده استثمار طويل الأجل في الصناعة كل حاجة عملت برأيهم وبموافقهم لحد لحد ما هم ابتدوا ضخ الفلوس يقف يقف ضخ الفلوس يقف يعني إيه طب ضخ الفلوس ده مش مبني على سيركل إن أنت كمسوق أعلان بيجيب لهم الفلوس ما أنت خليتهم يشتروا الدوري ده لما تبقى قناة الحياة فأنت ديها واحدة بيها هو أنت النهاردة عايز حضرتك من أول يوم كده من أول طلعة من أول قناة بقى لها شهرين تحط جنيه فتاخدوا ثلاثة جنيه كان بقى كل الناس اشتغلت في الإعلام لو هو الموضوع سهل قوي كده أصلا مش عقارات ولا بعرض عربيات دي صناعة بيه هم ما صبروش وفقا لكلام مش ما صبروش ديها بيه أنت راجل إعلامي ومهني وفاهم الكلام ده مفيش حاجة اسمها في الإعلام أنا من أول يوم آيل حنجيب إيه وحديعمل إيه وطموحات إيه وفيه عقود محددة للعلاقة اللي بيني وبينك أنا مولتلكش هي مش قناة الحياة مثلا إنها من أول يوم أنت النهاردة قناة الحياة وضعها زي أول ما ابتدت أكيد لا مستحيل الضخ الإعلاني والطلب الإعلاني بتاعها زي ما أول ما طلعت أكيد لا وقناة MBC مصر وضعها أول سنة 2012 ما هو ده أنت بتبني وبعدين بتاخد إنما من أول يوم بقولك بقت خلاص بعمل ما ده اللي أنا بقول لحضرتك إنه أي واحد يقول أي حاجة في موضوع الإعلام ده فالدنيا بقت سهلة أنت عايز تحط عشرة جنيه فتخدهم بعد شهرين 12 جنيه أو عشرة جنيه في ضرور زي ما هم طبعا الكلام مش مبتاك يعني أتمنى